أكون الأعداد ذات خمسة أرقام وأفككها وأركبها أولاً أتم تعمير الجداول التالية العدد بالحروف 14893 العدد بالأرقام الوحدات البسيطة 1، 3، 10، 9، 100، 8 الألاف أحد الآلاف أربعة عشرات الآلاف واحد العدد بالحروف 67231 العدد بالأرقام الوحدات البسيطة أحد، واحد، عشرات، ثلاثة، مئات، اثنان الآلاف أحد الآلاف، سبعة، عشرات الآلاف، ستة العدد بالحروف ستة وستون ألفاً وخمسمائة واثنان واربعون العدد بالأرقام الوحدات البسيطة أحد، اثنان، عشرات، أربعة، مئات، خمسة، الآلاف، أحد الآلاف، ستة، عشرات الآلاف، ستة العدد بالحروف ثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون العدد بالأرقام الوحدات البسيطة أحد، خمسة، عشرات، سبعة، مئات، تسعة، الآلاف، أحد الآلاف، ثمانية، عشرات الآلاف، أربعة العدد ثلاثة وثمانون ألفاً ستمائة اثنان وخمسون رقم أحده اثنان رقم مئاته ستة رقم آلافه ثلاثة عدد مئاته ثمانمائة ستة وثلاثون عدد آلافه ثلاثة وثمانون رقم عشراته خمسة رقم عشرات الآلاف ثمانية العدد ثمانية عشرة ألفاً مئتان تسعة وأربعون رقم أحده تسعة رقم مئاته اثنان رقم آلافه ثمانية عدد مئاته مئة اثنان وثمانون عدد آلافه ثمانية عشر رقم عشراته أربعة رقم عشرات الآلاف واحد العدد سبعة وأربعون ألفاً خمسمائة ثمانية وثلاثون رقم أحده ثمانية رقم مئاته خمسة رقم آلافه سبعة عدد مئاته أربعمائة خمسة وسبعون عدد آلافه سبعة وأربعون رقم عشراته ثلاثة رقم عشرات الآلاف أربعة العدد سبعة وتسعون ألفاً أربعمائة واحد وعشرون رقم آحده واحد رقم مئاته أربعة رقم آلافه سبعة عدد مئاته تسعمائة أربعة وسبعون عدد آلافه سبعة وتسعون رقم عشراته إثنان رقم عشرات الآلاف تسعة ثالثاً أفكك كل عدد وأركبه وفق الصيغة القانونية إثنان وستون ألفاً ثلاثمائة خمسة وأربعون يساوي خمسة زائد أربعون زائد ثلاثمائة زائد ألفان زائد ستين ألفاً ثمانية عشرة ألفاً أربعمائة ستة وتسعون يساوي ستة زائد تسعون زائد أربعمائة زائد ثمانية ألف زائد عشرة آلاف سبعة وتسعون ألفاً ستة مائة أربعة وعشرون يساوي واحد في أربعة زائد عشرة في إثنان زائد مائة في ستة زائد ألف في سبعة زائد عشرة آلاف في تسعة واحد وخمسون ألفاً ثلاثمائة اثنان وعشرون يساوي واحد في إثنان زائد عشرة في إثنان زائد مائة في ثلاثة زائد ألف في واحد زائد عشرة آلاف في خمسة رابعاً أتم الجدول بالأعداد المناسبة لتعمير الجدول نقوم في كل مرة إما بتفكيك العدد أو بجمعه وفقاً للمطلوب العدد مركب خمسة وتسعون ألفاً ثمانمائة خمسة وأربعون العدد مفكك الآلاف الكاملة في العدد خمسة وتسعون ألفاً الباقي ثمانمائة خمسة وأربعون العدد مركب واحد وثمانون ألفاً مائة خمسة وعشرون العدد مفكك الآلاف الكاملة في العدد واحد وثمانون ألفاً الباقي مائة خمسة وعشرون العدد مركب ستة وأربعون ألفاً ثمانمائة اثناني وأربعون العدد مفكك الآلاف الكاملة في العدد ستة وأربعون ألفاً الباقي ثمانمائة اثناني وأربعون العدد مركب ثلاثة وسبعون ألفاً ستمائة أربعة وعشرون العدد مفكك الآلاف الكاملة في العدد ثلاثة وسبعون ألفاً الباقي ستمائة أربعة وعشرون خامساً ألف يريد أحمد وهدى اقتسام مبلغ مالي بينهما فاقترحت عليهما أربعة حلول أتم هذه الحلول لإتمام بقية الحلول سنقوم بجمع مبلغي الحل المقترح للتمكن من معرفة بقية المبالغ الناقصة ثلاثون ألفاً زائد أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة يساوي أربعة وستون ألفاً وسبعمائة الحل الثاني أربعة وستين ألفاً وسبعمائة ناقص أربعة وعشرون ألفاً سبعمائة وثلاثون يساوي تسعة وثلاثون ألفاً تسعمائة وسبعون الحل الثالث 64700 ناقص 40 ألفا يساوي 24700 الحل الرابع 64700 ناقص 3720 يساوي 33980 باء لم يرضي بذلك لأنهما يريدان اقتصام المبلغ بالتساوي ما نصيب كل واحد في هذه الحالة؟ لأعرف نصيب كل واحد يجب البحث عن نصف المبلغ 64700 يساوي 60 ألفا زائد 4000 زائد 700 أبحث أولاً عن نصف ستين ألفا يساوي ثلاثين ألفا نصف أربعة آلاف يساوي ألفا نصف سبعمائة يساوي ثلاثمائة وخمسون أجمع الأنصاف أي ثلاثين ألفا زائد ألفا زائد ثلاثمائة وخمسون يساوي ثلاثمائة وخمسون إذن نصف أربعة وستون ألفا وسبعمائة يساوي ثلاثمائة وخمسون قرر المركز الوطني البيداغوجي تزويد أحد مراكز التوزيع الكبرى بكتب السنة الرابعة على دفعات شرع أحد الأعوان في إعداد جدول التوزيع التالي أتم الجدول وأحدد أربع إمكانيات لكتب الإيقاظ العلمي عدد كتب الدفعة الثانية لكتاب الرياضيات يساوي عدد الكتب الجملي ناقص عدد كتب الدفعة الأولى يعني 35000 ناقص 17500 يساوي 17500 كتابا الدفعة الثالثة لكتاب القراءة والتمارين يساوي عدد الكتب ناقص الدفعة الأولى زائد الدفعة الثانية أجمع عدد كتب الدفعة الأولى والثانية ثم أطرح الحاصل من عدد الكتب الجملي 70000 ناقص 10000 زائد 25000 يساوي 35000 كتاب للحصول على أربعة إمكانيات لكتب الإيقاظ العلمي سنقوم أولاً بالبحث عن عدد الكتب المتبقية بعد إتمام الدفعتين الأولى والثانية من ثم اقتصام النتيجة على إثنين الدفعة الثالثة والرابعة يساوي عدد الكتب ناقص الدفعة الأولى زائد الدفعة الثانية على إثنان 35000 ناقص 7500 زائد 9500 على إثنان يساوي 9000 35000 ناقص 17000 يساوي 18000 نصف 18000 يساوي 9000 كتاب سادساً تملك سلوى 42500 مليمان ذهبت إلى معرض الأواني الفخارية لشراء مزهريتين فأطلعها العارض على الأثمان التالية أساعد سلوى على اختيار مزهريتين يمكنها شراؤهما من بين هذه الأصناف الثلاثة أقدم الحلول الممكنة يمكن لسلوى اشتراء مزهريتين وفقاً للحلول التالية الحل الأول أن تشتري مزهريتين الأولى من الصنف الثاني والثانية من الصنف الثالث إثنان وعشرون ألفاً تسعمائة تسعة وتسعون زائد خمسة عشرة ألفاً وتسعون يساوي ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعة وثمانون أصغر من إثنان واربعون ألفاً وخمسمائة الحل الثاني أن تشتري كلا المزهريتين من الصنف الثالث خمسة عشرة ألفاً وتسعون زائد خمسة عشرة ألفاً وتسعون يساوي ثلاثون ألفاً مائة وثمانون سابعاً أنتج فلاح كمية من الزيت قدرت بمائة وستين هيكتولتر خصص منها خمسة وثلاثين ديكالتراً للعائلات المعوزة بالمنطقة واحتفظ بمائة وخمسين لتراً لما أونت عائلته السنوية ثم باع الكمية للديوان الوطني للزيت بحساب ثلاثة دنانير للتر الواحد أطرح سؤالين لهذه الوضعية وأجيب عن كل منهما أولاً أحسب كمية الزيت المباعة للديوان الوطني للزيت بحساب اللتر ثانياً ما هو الثمن الجملي للزيت الحل أولاً أحسب كمية الزيت المباعة للديوان الوطني للزيت بحساب اللتر لحساب كمية الزيت المباعة يجب أولاً تحويل الكمية الجملية والكمية المخصصة للعائلات المعوزة إلى اللتر الكمية الجملية يساوي 160 هكتولتر يساوي 16 ألف لتراً الكمية المخصصة للعائلات المعوزة يساوي 35 ديكالتر يساوي 350 لتراً إذن كمية الزيت المباعة يساوي الكمية الجملية ناقص الكمية المخصصة للعائلات المعوزة زائد الكمية المحتفظة بها 16 ألف لتراً ناقص 350 لتراً زائد 150 لتر يساوي 15 ألفاً وخمسمائة لتر ثانياً ما هو الثمن الجملي للزيت ثمن الزيت المباعي بالدينار يساوي كمية الزيت المباعة في ثلاثة 15 ألفاً وخمسمائة لتر في ثلاثة دنانير يساوي 46 ألفاً وخمسمائة دينار ترجمة نانسي قنقر